مدير المعرض المتوسطي للسياحة الأثرية في ساليرنو بإيطاليا يوجه الدعوة لوزارة السياحة للمشاركة في المعرض بجناح مخصص لمدينة تدمر وقد سبق لوزارة السياحة مشاركتها في المعرض بشكل سنوي خلال الفترة 2002-2010 وكان لها مشاركة مميزة عام 2003 كدولة ضيف شرف وذلك ضمن الخطة الترويجية للوزارة للتعريف والترويج للتراث التاريخي والأثري وتنشيط السياحة الثقافية في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة كما قامت إدارة المعرض بمنح الجائزة الدولية للآثار عام 2005 لسيدة أسماء الأسد نتيجة دعمها لبعثات التنقيب الأثرية في سوريا